السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يوليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه اللهم صلي على سيدنا النبي ما اتصلت عينه بنظر اللهم صلي على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا دين نبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار قدمتم خير مقدم ووقيتم المأثم والمغرم وبؤتم بحسن المنقلب اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم اعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك اللهم إنك أصلحت الصالحين فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين واجعلنا في قلوب الصالحين ودا أمين يا رب العالمين مرحبا بكم في قصة جديدة مع حبيبي عليه الصلاة والسلام وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره صل عليه عليه الصلاة والسلام اللي لا دي بإذن الله تعالى حنعيش مع قصة سميتها قصة الحارس المغرم الحارس المغرم إيه الموضوع؟ يا ترى إيه القصة؟ هذه القصة أخرجها الإمام أحمد في مسنده وأخرجها الإمام أبو داود في سننه من حديث الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أيكم يحرسنا الليلة وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من المهاجرين ومن الأنصار قال جابر بن عبد الله فقام رجل من المهاجرين وهو عمار ورجل من الأنصار وهو عباد رضي الله تعالى عنهما فنزل بفم الشعب ليحرس رسول الله ومن معه وكانت امرأة من المشركين قد أصيبت فلما عاد زوجها حلف أن يصيب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أراد أن يأخذ بثأرها يعني فخرج هذا الرجل في أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه قام عمار وعباد فقال عباد بن بشر رضي الله عنه أرضاه لأخيه أتحب أن أحرس أول الليل أم آخره قال أوله ثم نام عمار فقام عباد رضي الله عنه أرضاه بعد أن هدأ الليل قام يقرأ القرآن ويصلي فأقبل الرجل زوج المرأة فنظر يرقبه فإذا هو حارس على الشعب فأخرج سهمه وكنانته ثم أصابه بسهمه أصابه بسهمه فأصاب فنزع عباد بن بشر السهم من جسده وأتم صلاته فأخرج الرجل سهما آخر وصوبه إلى عباد بن بشر رضي الله عنه أرضاه فأصابه فنزعه من جسده وأتم صلاته وأصابه الثالثة فأثخن بجراحه ثم أخبر عمار أنه قد أثخن في الجراح فجاء فثار ففر الرجل هاربا فقال عمار ابن ياسر لعباد بن بشر رضي الله عنه أرضاه لما لم تخبرني إذ أصابك فقال عباد رضي الله عنه أرضاه كنت أقرأ في سورة فلم أحب أن أقطعها حتى أتمها ولأن ولولا خوفي ولولا خوفي أن أترك ثغرا أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتممتها سبحان الله العظيم لأتممتها ما قطعتها ولو قطعت نفسي يعني هو يقول هذا ولولا خوفي أن أضيع ثغرا لولا خوفي أن أضيع ثغرا أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطعتها ولو قطعت نفسي هذه القصة يا أحباب حسنها السادة العلماء وأخرج الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ويقصة رائعة تؤكد حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للعبادة وتؤكد كيف ربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأحوال المثالية الراقية العالية في ناحية الإيمان أحوال إيمانية عالية جدا 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 فأحب الجهاد وأحب الصلاة وأحب قراءة القرآن وأحب القيام وأحب السنة وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كله هذا الحب كله ظاهر في هذه القصة ولذلك سميت هذه القصة قصة الحارس المغرم لأن القصة دي كلها غرام يا جماع قصة كلها حب وهو حارس أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف حارسا عليه وعلى الصحابة وتعالوا بنا كده لهذا المتن الذي ذكرناه نحاول أن نتوقف مع تفاصيله في هذه الدقائق المعدودة اللي بأي في الحلقة سيدنا جابر من عبد الله رضي الله عنه وأرضاه بيكلمنا عن موقف شهده مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع إيه الغزوة اللي اسمها غريب دي هي ليه اسمها كده ذات الرقاع ليه غزوة ذات الرقاع يا أحباب كانت في العام الرابع من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانت سنة أربعة هجرية طب ليه تسمت ذات الرقاع سميت بهذا الاسم لأن الصحابة تشققت أرجلهم في هذه الغزوة رجلهم تشقائت رضي الله عنهم وأرضاهم فأخذ كل منهم يربط قدمه برقعة من القماش أو الجلد فسميت بغزوة ذات الرقاع لأن من الصعوبة اللي يعني أبلوها في هذه الغزوة رجلهم تشقائت فبقى كل واحد يدور على خرقة رقعة من القماش أو من الجلد فيلفها على رجله علشان يقدر يمشي فسميت غزوة ذات الرقاع سيدنا جابرين عبدالله يقول إحنا خرجنا غزوة ذات الرقاع وبعدين رجعنا وإحنا راجعين كان إحدى النساء حصل موقف وإحنا في هذه الغزوة إن امرأة أصيبت امرأة من المشركين أصيبت يعني قتلت يعني فلما عاد زوجها أقسم إنه لازم يأخذ بالثار بتاعه يأخذ بثأره من سيدنا رسول الله اللي وراه لهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه قالوا بعدين وإحنا رجعين فنزل رسول الله منزلا ويفسدنا النبي في مكان وقال إحنا هنرتحنا شوية وهذا المنزل قريب من شعب الشعب هو طريق بين جبلين فكأن سيدنا رسول الله عليه الصلاة سمستقرر في هذا المكان مكان كده بين جبلين وهقال إحنا محتاجين حد يحرصنا الناس كلها هترتاح محتاجين حد بقى يبقى يقذ حارس بحيث إذا أغار علينا العدو أو حد من الأعداء يبقى في حارس فينبه القوم ينبه اللي نايم يعني فأشار رسول الله على المهاجرين والأنصار عايزين واحد من المهاجرين وعايزين واحد من الأنصار فالمهاجرين قالوا عمار بن ياسر والأنصار قالوا عباد بن بشر وعباد بن بشر هو بطل الليلة بطل قصة الليلة عباد بن بشر رجل من الأنصار ومش أول مرة يحرص سيدنا رسول الله واللي معاه فعباد بن بشر معدود أنه حارس لرسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب حارس لقبة رسول الله في يوم الأحزاب ويقرأوا التاريخ فعباد بن بشر بادر لأن يكون حارس في هذه الليلة وعباد بن بشر يا جماعة ده قصة لوحده يعني ممكن لو قعدنا نتكلم عليه لوحده ممكن نخلص الحلقة لكن بسرعة كده من باب التشويق لحياة سيدنا عباد بن بشر سيدنا عباد بن بشر لم يكن رجلاً عادياً وإنما رجل محب جداً جداً للقرآن أنوار الإيمان وأنوار القرآن بادية ظاهرة عليه وله كرامات كثيرة ومحب جداً للجهاد ومحب جداً للصلاة والقيام والقصة بتاعت الليلة دي فيها كل هذا تؤكده يعني كانوا يسمونه الإمام لأنهم يعظموه ويقدموه لأنه رجل متقل للقرآن فيسمونه الإمام سيدنا عباد بن بشر يقول عليه يلقبونه بالإمام وأيضاً يلقبونه بصديق القرآن سيدنا عباد بن بشر كان يقول عليه كده صديق القرآن ده صحي بالقرآن صديق القرآن فمن منا يا ترى جيت قال عليه كده أنه صديق القرآن رجل إمام رجل صديق القرآن وكمان بطل وقت الجهاد هو في أول الصفوف رضي الله عنه أرضاه هو عباد بن بشر بن وقش وهو من بني عبد الأشهل هو أنصاري وهو كله في ميزان حسنات سيدنا مصعب بن عمير لأنه أسلم على يد سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه أرضاه لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس الإسلام في المدينة قبل هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام كم من الناس اللي أسلموا على يد سيدنا مصعب بن عمير هو سيدنا عباد بن بشر فسيدنا عباد بن بشر تلميذ سيدنا مصعب بن عمير أولا وكله في ميزان حسنات سيدنا مصعب بن عمير ثم هو تربية سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن كراماته أنه كان خارج في يوم من الأيام مع سيدنا وسيد بن حضير من عندي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأتهم السيدة عائشة قالت كان في إيديهم عصة أول لما طلعوا من الباب من عندي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام العصة دي بقت منورة بقى فها نور وده مش كلام درواشة وإنما يا أحباب هذا ما ذكر في تراجم ترجمة هذا الصحابي الجليل وأيضا في ترجمة أسيد بن حضير طلعين معهم عصتين قال لك السيدة عائشة تقول أول لما طلعوا من بيت سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عصى من العصة النورت ولما جم يفتريقا هما الاتنين كل واحد بقى حيروح بقى في طريق كل واحد منهم عصيته بقت مضيئة كأنها كالشاف في إيديه سبحان الله العظيم وهذه كرامة من كرامات هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه سيدنا عباد بن بشر مات في معركة اليمامة معركة اليمامة كانت معركة شديدة بين الصحابة وبين جيش مسيلمة الكذاب وكان حوالين سيدنا عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه مجموعة لا تقل عن تلتمائة ربعمائة رجل من الأنصار وهو حفزهم في هذه المعركة على القتال وقتل في هذه المعركة ومن الصحابة من يقول يعني كثرت الضربات في وجهه في وجه سيدنا عباد بن بشر لدرجة أنه ما بقاش باين من وشه أي حاجة من وجهه فما عرفوه إلا من جرح في بدنه حاجة كده كانت علامة في جسمه رضي الله عنه وأرضاه الشاهد علشان ما نطويلش في الكلام على سيدنا عباد بن بشر لأنه زي ما قلت لك سيدنا عباد بن بشر ده قصة يا ليتك تبحث عن ترجمته مثلا روح مثلا لسيدنا الإمام الذهبي في سير عالم النبلاء ويقرأ ترجمة سيدنا عباد بن بشر واتمتع بقى اتمتع بقى نكمل قصة اللي لا دي سيدنا النبي راجع من غزو الذات الرقاع وبعدين وقف في مكان قال حنرتح هنا والمكان ده في شعب بين جبالين فطلب رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصحابة أن كل مجموعة يخرجوا لنا واحد يبقى وقف على الحراسة فالمهاجرين ندبوا عمار والأنصار ندبوا عباد بن بشر هيقفوا يحرسوا أحبوا لتنين أنهم يريحوا بعض سيدنا عمار وسيدنا عباد قال عباد بن بشر لأخيه عمار أتحب أن أحرسها أول الليلة وتنام أم أحرس آخرها قال أحرس أولها كأن يعني لما لقوا جابوا كده هادي قالوا بدأ ما إحنا لتنين وقفين أنا واقف في الحراسة ما تقلقشي ولا تحب توقف إنت دلوقتي وريحنا شوية قال له لأ خليك إنت دلوقتي وأنا هرتحنا شوية وقف سيدنا عباد بن بشر رضي الله عنه مرضاها سيدنا جابر بن عبد الله بيقولك فيه بقى حاجة مرتبطة بالقصة اللي بيحكيها لنا دي بيقولك من ضمن الناس اللي كلموا امرأة أصيبت كأن جاءها مثلا سهم غرب فأصابها فماتت منهم زوج هذه المرأة لما عاد أقسم إنه ياخد بطرها وإنه لازم يصيب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فتناه ماشي وراء الجيش يتعقب الأثر لحد لما وصل للمكان اللي فيه سيدنا رسول الله والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولقى إن فيه سيدنا عباد واقف كان في الوقت ده سيدنا عباد بيصلي لقى الجو هادي وهو سيدنا عمار في الحراسة سيدنا عمار بيرتاح وقف هو بقى حيصلي طلع السهم بتاعه وأصاب سيدنا عباد وجه السهم بتاعه والكنانة إلى سيدنا عباد بن بشر نشن عليه وأصابه فجاءت الإصابة في موضعها قيل أصيب في ساعيده وقيل أصيب في عضده رضي الله عنه وأرضا سيدنا عباد بقى حيامل يسرخ لا يخرج من الصلاة برضو لا إيه السبب قال لك كم بيقرأ سورة ويقول كده فلم أحب أن أقطعها قبل أن أتمها يا سلام يسحب السهم وطبعا ده دلالة على قوته وخبرته أيضا في الجهات خبرته اللي تخليه أنه ما يلاقش أنه يعني في حد أصابه بسهم إيه يعني سهم يعني مجراش حاجة يسحب السهم وبرضو ده دلالة على الإيه زي ما قلنا الرجول القوة ويكمل طبعا ما كان السهم دماء بقى ينزف وهو وائف خاشع يتم صلاته ويتم قراءته للسورة سبحان الله العظيم فيصيبه الرجل بالسهم الثاني يشيل سيدنا عباد بإنزف أكتر فيصيبه الرجل بالسهم الثالث فلم يتحمل حتى جاء إلى عمار فشعر به سيدنا عمار وقام وفزع وثار فهرب الرجل هرب الرجل بأزوج المرأة الكافرة التي ماتت واللي كان جاي أخب طرها هرب الرجل قال لما لم تخبرني يعني لما قلت ليش أول أول ما أصابك قال كنت أقرأ في سورة فلم أحب أن أقطعها قبل أن أتمها سبحان الله العظيم ولولا خوفي لولا خوفي على ثغر أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطعتها ولو قطعت نفسي يعني قطعت نفسي بالموت يعني كنت أنا موت وكملت السورة دي فيا لله تأمل تأمل أخي الحبيب المبارك برك الله تعالى فيكم شغف سيدنا عباد بن بشر للصلاة ومحبته للقرآن ومحبته للقيام ونوحن جرح لم يؤثر فيه الجرح الأول ولا الثاني ولم يشغله من أين جاء هذا السهم ولا ما وراء هذا السهم وهذا من شدة غرامه بالصلاة وغرامه بالقرآن كنت أقرأ السورة فلم أحب أن أقطعها قبل أن أتمها اللي النهاردة ممكن لو إمام بيصلي في المسجد ولا حاجة وعيل باكة بس في الصف وراء باكة عايت وصوته عيلي شوية ممكن يزعق للمأمومين كلهم بعد الصلاة علشان أنتوا يا جماعة كده بيطلعونا من الصلاة ويعمل مشكلة تعالوا نتعلم من سيدنا عباد تربيت سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا الكلام أقوله لنفسي ولكل الأئمة ولكل المشايخ ولكل الدعاء ولكل المصلين أن النهاردة مش عايزين سرصار يزحف الصف على ركبه عيل صغير في المسجد أو عيل بيلعب تحرك في المسجد يخلينا النهاردة نزحق مع بعضنا في المسجد بحجة الخشوع بتاعنا راح أنت لو ركزت في الصلاة بتاعتك لو ركزت في القرآن الذي تتلوه أو يطلى على سمعك إن شاء الله إذا أنت استحضرت حضرت قلبك هتقدر تركز وتقدر تخشع قول لي ما أنا مش عارف أركز من العيل ده غمض عين قلبك وأنت هتركز في أكتر من أن يبقى فيه وراء منك عدو بيرميك بسهم والسهم ده يصيبك ويبقى أنت بتنزف يعني كأنه خد رصاصة كده واحد خد رصاصة ودراعه وبينزف ولا رجل يصيبك بسهم ويقوم ساحب الرصاصة كده من إيده وخلعها كأنها أصبت الدرع مثلا بتاعه وأصبت جسمه سبحان الله العظيم ويتغاض عن ذلك من يتحمل هذا الوجع وهذا الألم بل ويلاحق غرامه بالصلاة وبالقيام وبقراءة القرآن فيتم صلاته وقيامه وقرآنه وبيتوجع بيتوجع بعد لما اشتد به الألم بعد ضربة واثنين وثلاثة رمية واثنين وثلاثة بتلت أسهم يتوجع إنه إزاي ما كملش الصورة يقول أنا ما كنتش حابب إن أنا أقطع الصورة اللي أنا كنت بقراءها سبحان الله العظيم هذه الناس اللي بتحب الصلاة يا جماعة هذه الناس المغرامة بالصلاة هذه الناس اللي بيعرفوا ويقرأوا قرآن هذا والحب الحقيقي للقرآن والحب الحقيقي للقيام والحب الحقيقي للصلاة اللهم حبيبنا في صلاة الجماعة اللهم ذكرنا بالموت كل ساعة وكأن هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه حدث نفسه وهو في هذا الحال إيه يعني حد ورايا بيحاول إنه هو يموتني ماذا إن ميت وأنا بين يدي الله تعالى وفيه أشرف من كده واقف في الحراسة لسيدنا رسول الله وللصحابة وبين يدي الله تعالى لو الواحد مات في موقف زي كده ما أشرفه من قيام وما أشرفها من موتة ما أجملها وأزينها وأطيبها من خاتمة وحب للقرآن وشغف أنه يتم السورة أنساه كل هذا فلما تلاحقت عليه الجراح سهم وراء الثاني وراء الثالث مش قادر يحتمل نادى على سيدنا عمار رضي الله عنه وأرضاه لنتعلم هذا الدرس لنخشع في صلاتنا لنحضر قلوبنا لله عز وجل لنخلع الدنيا من قلوبنا وقت لما نيجي نقف نإيد ربنا عز وجل علشان نحس بكلام سيدنا رسول الله اللي بيقولينا فيه صلي صلاة مودع صلي صلاة مودع أنت ما تيجي تصلي بنسمعها احنا من أئمة كتير صلي صلاة مودع يعني كأنك تودع الدنيا كأنك أنت دول آخر ركعات هتركعها في حياتك حساسك حيب إيه سبحان الله العظيم صلي صلاة مودع أي صلاة الحساس صلاة المودع ده هو اللي يخليك تخشع بقى في صلاتك اللي يخليك أنك أنت تحس بالخشوع في الصلاة يا الله خليك تخلع الدنيا من قلبك أنك أنت ستودع الدنيا حضور القلب تركيز في القرآن تركيز في القرآن بحب تدبر آية ربنا عز وجل بشغف قلبك يبقى مغرم يبقى محب حب محب حب غير عادي لكلام الله تعالى ده مش كلام عادي وإنما هذا كلام مالك الملك جل جلال الله مالك الملوك جل جلال الله كلام الرحمن الذي استوى على عرشه ده كلام ربنا القرآن أحلى الكلام أحسن الكلام كلام الله عز وجل حين تتأمل هذا الكلام حتحس بطعم الصلاة بجمال الصلاة بالخشوع العالي في الصلاة لكن لما نتعامل مع القرآن على إنه حاجة بتتقال على ودنة وخلاص كده وإنت مركز في الصوت بس وما أنتش مركز تركيز عالي متدبر في كلام ربنا سبحانه وتعالى في الوقت ده صعب إنك أنت تخشع ولذلك علق قلبك بربنا علق قلبك بكلام ربنا وده يجي من كثرة القراءة ويجي من كثرة السماع ومن كثرة التدبر لكلام الله عز وجل ومن الإلحح على الله بالدعاء ثم تلاقي الخضوع والخشوع والبكاء اللي يخلي قلبك يخشع قبل جوارحك فلما القلب يخشع بينها دي الله عز وجل الجارح كلها تخشع ألو إن في الجسد يمضغى إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله وفي سورة الإسراء ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع ويخرون من السجود يعني يخروا للأذقان يبكون للأذقان يبكون بكاءهم غر وجههم ودموع نزلت على لحيتهم يبكون ويزيدهم خشوع هذا القرآن تدبر فيه يزيدنا خشوع قال ربنا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل قل أمنوا بها أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتل عليهم يخرون للأذقان سجدا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع يبقى الطريق من هنا قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث بهدوء مش جري 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 بالراحة لو سمحت وردت لي القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة بالراحة علينا علشان قلوبنا يتعرض عليها القرآن قلوبنا تحس بالقرآن قلوبنا تسجد للقرآن قلوبنا تتعايش مع القرآن قلوبنا تأنس بالقرآن قلوبنا تتمتع بالقرآن فنحس بجمال وروعة الصلاة أرجو يا أحباب أن نسعى في أن نصاحب القرآن فنكثر من القراءة ونكثر من السماع ونكثر من التدبر ولا نهجر القرآن لا سماعا ولا قراءة ولا تدبرا ولا استشفاء بالقرآن من باب أن القرآن بوابة بتساعدنا جدا 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 أن احنا نقرب لربنا وندخل على الله عز وجل فهذا كلام الله جل جلاله وأيضا الصلاة فيها قراءة قرآن وتحلو الصلاة وتزدد حلاوة ورقة وخشوعا بالرقة بكلام ربنا عز وجل فأنت لو بتصلي وخاشع وأنت تقرأ القرآن تلاقي الخشوع سهل جدا وده اللي الصحابة رب عليه رضي الله عنهم وأرضاهم وده اللي قصة سيدنا عباد اللي لادي بتوصلهن اللهم اجعلنا من عبادك الخاشعين الخاضعين يا رب العالمين الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وادية الذي حسن منه المبتدأ وطبئ منه الخبر وحبكم في الله أستبدعكم الله الذي لا تضيع ودعوه دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته